في لبنان الشارع يغلي والحكومة أمام ضغوط في اتجاهات عدة شعبيا مع الرفض الواسع للسياسات المالية تحديدا والتي دفعت البلاد إلى حفة الهاوية وسياسيا مع المعارضة الواسعة لحكومة دياب وخصوصا لجهة دور حزب الله الواسع في تحديد مسارها السياسية ودوليا أيضا مع المطالبة الواسعة بالإصلاحات والتلويح بقانون قيصة وسط هذه الأجواء الضبابية أي حلول للأزمة اللبنانية معنا الآن من طرابلس في شمال لبنان وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي لواء ريفي مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار دعني أبدأ بما قاله السيد دياب بالأمس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يقول وسط هذا الهم المالي والمعيشي حاول البعض الاستثمار مجددا من دون أي رادع وطني يضيف السيد دياب ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية وتسببوا بأزمة كبرى ودفعوا الناس إلى الشارع لا أدري إلى من يشير السيد دياب في هذه الاتهامات ولكن واضح أنه يشير إلى معارضيه ما رأيك في هذا الكلام لواء ريفي لا شك نحن ننظر أن هذا كلام للأمانة كلام بكلام للأمانة حكومة صرأ أربعة شهر تقريبا مستلم المسؤوليات لحديثها لم تعطي أي أمل للبناني بإمكانية إيجاد حل الأزمة اللبنانية هذا لا يعني أن تتحمل مسؤولية كامل الوضع اللي هو صار لبنان عم يعاني منه سواء اقتصادي أو نقدي أو اجتماعي أو حتى بأزمة البطالة إنما بالنهاية هاي حكومة اجت بشكل مختلف عن الحكومات السابقة كان مأمول منه أنه تاخد فرصة لتعطي أمل للبنانيين للأمانة لأيناها أن تدور حول نفسها تدور وتدور حول الدوائر المفرغة لتتجنب أي كلام عن إصلاحات معينة حط التصور نظري اختلفت حتى إذا بدك أعضاء الفريق رح يفاوض صندوق النقطة الدولي اختلفوا على الأرقام أنه بالنهاية الحكومة تدور حول نفسها دون أن تدخل إلى الأبواب الأساسية لهو الإصلاحات والكلم نعرف تماما أنه كل المؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة وسادر مبدئيا عم تحدد ضرورة إقامة الإصلاحات وحكومات سابقة حكومة الرئيس رفيق الحريق الله يرحمه حكيت عن إصلاحات حكومة الرئيس فؤاد السانيورة حكيت عن إصلاحات كان دائما خلال الوصاية السورية يحال دون تطبيق أي إصلاح معين والأمر كان في تفاكم هذه الحكومة للأمانة كان حكما اللبنانيون أعطوها فرصة واللبنانيون راهنوا على أنه يطلع مع حل معين لأن التصورات اللي عم تحطها هي تصورات نظرية بس هل هي فرصة كافية للأمانة والإنصاف الرجل تسلم هذا المنصب قبل أشهر قليلة لو استعرضنا الوضع المشهد في لبنان اليوم الأرقام مخيفة التضخم هذا العام سيقارب 50% 45% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر أكثر من 35% من القوة العاملة لا تعمل البطالة تقارب 35% طبعا إضافة إلى سعر الليرة الذي لمسه 5000 ليرة مقابل الدولار ما الذي يمكن لحسان دياب أو غير حسان دياب أن يفعله في مواجهة هذا الوضع مش عم نطلب لحنا للأمانة إذا بدك أنه لمس السحرية معينة أنا بني خلال أربعة شهر مفوضة يكون في على الأقل تصور لخروج من الأزمة للأمانة لأينا خلال أربعة شهر والناس عطت الحقيقة في فترة السماح اللي هو طلب مئة يوم فاجأنا أنه اعتبر حاله نفذ 97% مما هو كان مطلوب منه إنما هذا 97% بالنسبة للشعب اللبناني تساوي صفر مقابل للأمانة لم تعطي لأنه بالنهاية الإصلاحات تمس قبضة حزب الله على الاقتصاد اللبناني من خلال اليد الإيراني على المرفأ وعلى المطار وعلى المعابر البري وحزب الله لازال حديثها اللحة يرفض أن يغلق المعابر البري الغير شرعي ويغلق المنافس الهدر والفساد إذن إذا ما بتجي على الهدر وعلى الفساد وعلى المعابر على التهرب الضريبي والتهرب الجمهوركي كأنك عم تدور بحلب وفريان كأنه حدا عم يفتش على شيء في غير مكانه تمام الحياة مشاناك أنا بتصور كان في مطالبة ولو أعطينا أمل بتصور معين هذا الأمل غير موجود لحديثها للأمانة وبعدين فقدنا السقة بإمكانية أن تضع يدى على الأسباب الجوهرية للهدر والسرقة والفساد اللي كل من نعرف تماما عندنا ملف الكهرباء من عشرات سنين مع تيرواطن الحر نعم نهيبت أكثر من الدين العام أكثر من نصف الدين العام على ملف الكهرباء ما أحداً بده يجيب كهرباء بدون لأمنه تمويل لحالهم سواء حزب الله أو الحلفاء حزب الله أو كل اللي يشاركوا بالسلطة والمواطن هو آخر هم مطالب المواطن ملف الكهرباء طبعاً ملف مؤقد لا أحد حتى الآن يستطيع أن يفسر لماذا لبنان بعد 30 سنة من انتهاء الحرب الأهلية ما فيش فيه كهرباء مثل باقي الدول هذا موضوع آخر على كل حال أشرت إلى حزب الله قبل قليل لواء ريفي كان لك تغريدة أخيرة تقول فيها التخريب في بيروت وخارجها ماركة مسجلة باسم حزب الله وأتباعه لشيطنة الثورة السلمية وتنفير اللبنانيين منها حزب الله لا يحتاج لذرائع في استثمار الفوضى لعبته مكشوفة للداخل والخارج تضيف أيضاً في هذه التغريدة الرد هو استمرار الثورة حتى زوال الوصاية وإقامة الدولة وتقول التحية للفيحاء الفيحاء طرابلس وأهلها ولبيروت العصية على الترهيب هل بالفعل هناك محاولات اليوم لشيطنة هذه الثورة في موجتها الثانية شهدنا أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية هل هذا جزء مما وصفته أنت بشيطنة الثورة لواء ريفي نعم حزب الله يبدو يقرر حيث الأمانة بنفس العقلية تبع المحور السوري الإيراني أن يخرق يحاول إذا بدك يشوه صورة الثورة الكلمة نعرف تماما الثورة عطت نموذج رائع جدا جدا في الداخل وفي الخارج يعني هذا مطالب أغلب اللبنانيين نعم أن تقيم الدولة إقامة الدولة نعم أن يكون هناك سلاح وحيد للدولة اللبنانية ما في سلاح للدولة النهائية أن تمسك تمسك بالمعابر سواء البحرية والجوية والبرية وأن تمنع التهرب الضريبة كشاناك أنا بتصور حيال الأمانة اليوم يعني إعادة طيار الكهرباء 24 ساعة 24 ساعة ما أنه مطلب مستحيل الدول اللي كانت أكبر منا واللي كان وضع صعب أكتر منا مبدئيا خلال سنة أو سنتين جابت الكهرباء 24 ساعة 24 ساعة حسب الله منذ أن استطعم أنه هناك نعم مزراب للهدر الكبير في الكهرباء يضع يده هو حلفاء على هالوزارة وبالمقابل آخر همه كان أنه تزيد ساعات التقنيم همه الوحيد فقط لأمن ومصادر تمويل لحاله الكهرباء فيها ظاهر 2 مليار و 200 مليون كل سنة هدر وعملية فيها 4 مليار كل سنة هدر مبدئيا وتراكم الحياة مثل ما حكينا أكثر من نصف العجز أو الدين العام في لبنان يأتي من هذه الوزارة اللي هو حزب الله وحلفاء وممسكين فيها منذ أكثر من 10 سنوات طيب هناك شعار طرح في الآوذة الأخيرة بشكل أكبر لواء ريفي في الشارع وهو مسألة نزع سلاح حزب الله إلى أي مدى برأيك هذه مسألة الآن مطروحة نعلم جيدا موقف حزب الله من هذه المسألة والذرائع المطروحة دائما ومسألة الحوار الذي يجب أن يقوم قبل الشروع في هذه المسألة وكل هذه الأمور هل هذا مطلب واقع برأيك في هذه المرحلة لا شك ليش بدنا نعمل إذا بدأك حياة مثل النعام نحط راسنا بالرامل تماما علة العلال في لبنان وجود دولة أقوى من الدولة اللبنانية وجود سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الشرعي هذا وضع شازي يغير أو يخالف كل طبيعة الأمور بكل الدول العالمة مبدئيا مهما تهربنا اليوم في ناس قد يكون بظروفة جغرافية أماكن وجودة مبدئيا لا تجرؤ على المطالبة بنزع سلاح حزب الله لا يمكن أن نطالب بإقامة الدولة ونسبح بنفس الوقت الحقيقة أن يكون في دويلة مع سلاح إلى جانب سلاح الشرعي لا يمكن الهروب منها أنا أحيي كل لبناني كان عنده جرى أنه يطالب في الساحات العامة بتطبيق القرار 1559 والمطالبة بنزع سلاح حزب الله لا يمكن أن نقيم الدولة دون أن ننزع سلاح حزب الله لذلك أنا برأيي لدينا ظروف مؤاتي جدا جدا من خلال الصورة اللبنانية صورة 17-20-2019 من خلال وجود العالم العربي أصدقائنا في العالم العربي وأشقائنا إلى جانبنا كذلك الأمر بعض الضوال الغربية الصديقة تطالب مع الأمم المتحدة بنزع سلاح حزب الله لا يمكن مهما كانت صعوبات هذا المطلب ما ممكن نتهرب منه نهائيا الحقيقة لذلك أنا برأيي أشد عيد كل مطالب بنزع سلاح حزب الله هاي علت العلال وهذا السرطان الذي نعاني منهم إذا ما صلت سلاح حزب الله عم بتكون بالدور بالحالة المفرغة وعم تكون عم تجي على إذا بدك على الأسباب الجانبية مش على جوهر الأمر شكرا جزيلا لك اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق كان معنا مباشرة من طرابلس في شمال لبنان